منتخب السعودي ههوباً زي ما قد إقول الكابتن حسن هو مشكلته أن هو لرفع تأوقاتنا يعني حتى اللي لم على المنتخب السعودي النهاردة هو ما لمشي على أداءه النهاردة هو عشان انت كسبت الأجنتين فتكسب بولندا بسهولة يعني نالسك مسؤالين النهاردة منتخب السعودي ينزل يكسب بولندا 4 بعدقال تكسبت الأجنة 2 فتكسب بولندا 4 لا مشاكل كده طبعا بس هم عانوا من سوق حظ كبير يعني أن أنت تفقد اثنين لعيبة في تشكيلتك الأساسية واثنين لعيبة تؤال في مركزين مختلفين يعني بنكلم على سلمان الفرج وبنكلم على ياسر الشهراني وتأثير ياسر الشهراني بان في المباراة النهاردة والهدف الأول جي من الناحية دي البريك قدم مباراة على قد الإمكانيات كانت كويسة بس في الناس الوقت برضو مش المركز بتاعه وانت عارف في البطولات الكبيرة دي أن كل واحد بيحفظ مركزه بشكل جيد جدا واثر كمان على سلم الدوسري في الجنب الشمال يعني في الشروط الأولاني كان الملعب كله مال ناحية اليمين حتى الثلاثي بتاع وسط السعودية كان مال ناحية اليمين بشكل كبير وكان سلم الدوسري بيحاول أنه على قد ما بيقدر أنه بيملأ الجانب ده معي البريك طبعا ده حاجة وراكلة الجزاء حاجة يعني فيه صورة اللي انتشرت يعني تشازني يعني لامس الخط ملي شريبا كان ممكن تتعاد برضو غير كده انتشازني تقلق في الردة بتاعة ضربة الجزاء برضو تقلق مش طبيعي يعني وانا واحد مشاجعين اليوفانتوس طب ما ورينا التقلق ده في الدوري الإيطالي يعني تعمل هنا بوفم يعني ما حبكتش يعني بس دلوقت يعني غير كده ان المتخب عايزك تعايز وتحفز على مشتوى آآآآ بضبط تحفز على مشتوى الأولئي معينا خلاص بقى ما فرقتش على مطش السعودية يعني آآآ على الجانب التاني وطبعا المتخب بولندي ما عندوش اي حاجة غير ان هو يستغل الاخطاء بتاعت المتخب السعودي عن طريق اللعيبة من المستوى الاول وهم الاتنين زيلانسكي وليفاندوسكي هما اللي خلاصوا المباراة بشكل كبير طبعا فادهم الاعتماد على ملك في المباراة دي على عكس المباراة الاولنية وده اللي حرر ليفاندوسكي خلاه يسجل اول هدف ليه في تاريخه يعني في تاريخ مشاركاته في كاس العالم المجمل الموضوع لسه موجود انا اتمنى بس اتمنى من الجهاز الفني والاداري بالنسبة للمنتخب السعودي احنا شفنا شبه درس بعد الفوز على الاجنتين والاحتفالات من الجمهور والنقل بتاع التيم توك بتاع هيرفي رينار بعد ما بين شوتين المنتخب الاجنتين انا مش حابب يبقى فيه اي حالة من التعريض اللعيبة للتصوير